يستخدم الحرس الثوري سفناً شراعيةً صغيرة وأخرى تجارية خصصها لهذا الغرض إلا أن عمليات التفتيش خلال المرور وضبط صفن أسلحة من قبل الرقابة الدولية للبحار دفعت فيلق القدس لاستخدام أساليب أكثر تطوراً تجمع بين استخدام البواخر التجارية والسفن الشراعية الصغيرة لتمرير الحمولة المحضورة إلى الحوثيين أصلاً ليس عمل من أعمال السياسة السيادة خصوصاً لما تكون السفينة في المياه الدولية لا يستطيع التحالف أن يوقف أي سفينة إلا مشتبه فيها مئة في المئة وبالتالي كل سفينة تستطيع المرور سفينة صيد أضف على ذلك قد يتم تزوير منفست الشحنة أن هذه متجهة والله إلى جبوتي أو إلى عمان مثلاً وبالتالي ما نفست الشحنة ما يقدر يعرضها هي بنص الطريق تنفصل أو أنها توقف وتجيها زوارق وهذا هو الأسلوب الغالب لأننا شاهدنا فيديو الطيران التحالف يضرب هذه الزوارق تقترب أربع زوارق يتم تعبئة الحمولة وتفريقها ترجع الزوارق على البر ويتم تحميلها بآليات وتستمر هذه الطريقة